السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس احنا عبد الرحمن من جي اف اكس اكاديمي دودنات. النهاردة انا مش هتكلم على درس لكن هتكلم على منين? منين? يعني ابدأ منين? اتعلم منين? منين ما اقصدش بيه المكان? منين اقصد بيه بداية اه الطريق? طبعا انا السؤال ده بتسقله كتير جدا. يعني بتسقله كتير جدا جدا جدا. اه يعني واحد عايز يبدأ افتر افجر. وقال لي طب ابدأ منين? ايه ابدأه ازاي? اه واحد عايز يبدأ سينما فردية طب ابدأه ازاي او ابدأه من ين? اه بصرف النظر ان كنت هتكلم على الكورسات اللي عندها في الاكاديمية او هتكلم على الكورسات في اي مكان تاني فكلامي هيبقى كلام عامي. مش هيبقى كلام مش هيبقى كلام خاص. اللي عايز ياخده على ما احمل ان احنا بنعمل دعاية اجاديمية ما فيش مشكلة كل واحد ودماغه. اه اللي عايز ياخده عشان يستفيد منه ويبدأ هو يدور من بعدي ده اه على دماغنا من فوق. مبدئيا كل واحد بيرتاح لمحاضر ما او بيرتاح لاسلوب ما. فانت حر تاخد المحاضر اللي انت عايزه. تاخد الاسلوب اللي انت عايزه. اهم حاجة انك انت في الاخر تستفيد. سواء بقى من سواء من موقع تاني اكاديمية تانية مركز تاني. ايا كان مش مشكلة. المهم انك انت في الاخر تستفيد وانك انت ترتاح اللي بيدي لك المعلومة وتبقى واخدها وفاهمها منه اه تماما بحيس انك انت تقدر تبدأ من بعدها مرحلة جديدة. عشان ما انتقولش كتير في الموضوع ده. الاول انا هتكلم على بدايتك ازاي او منين او فين اخد وابدأه منين. مبدئيا في مواقع اجنبية كتير جدا. لكن انا هتكلم الاول على العربي. لان اه لو انت لو انت رحت اه على موقع اجنبي. لو اللغة عندك مش مش قوية قوي. وخلوا بالكم كلمة قوية قوي مقصود ما اقول ما بقولش كمان ما بقولش كمان متوسطة باقصد قوية. لان هي اللغة اللي عندك لو فيها حاجز او انت عندك حاجز اللغة. انت هتمشي مع الدرس. وهتطبق الدرس لكن هتطلع مش فاهم اي حاجة. انت كل اللي هتعمل انك هتقعد تحفظ. هو عمل واحد من تلاتة اربعة. حتى هتخاف انك تغير في قيمة من اللي هو عملها للدرس يبوز منك او لنتيجة تبوز منك. ولو بزت منك مش هتعرف ترجحها تاني. ليه لانك انت حفظت. انت مفهمتش. في ناس يعني اه يعني قالولي بالحرف كده احنا اه خلصنا درس اندرو كرامر كلها. بس مش فاهمين حاجة. هو فعلا مش فاهم حاجة. هو هو عمل. هو عملها. لكنه مش فاهم هو عمل دي ليه? عملها عشان ايه? طب ايه بدلها? طب لو اتزنقت? طب لو فيها مشاكل ايه اللي استخدمه مكانه? مفيش الكلام ده كله. انت قول ان انت عملته انك انت رحت على موقع ايا كان الموقع. نزلت الدروس اللي عليه. طبقت درس في اتنين في تلاتة في ربعة في خمسة في ستة في عشرة. هو انت قلت انا شغال كويس. اول ما هتتحط قدام شغل هتلقى نفسك مش عارف تعمل حاجة. ليه? انت حافظ. انت مش فاهم. ده لو انت هتبدأ من مواقع اجنبية. من فترة من حوالي يعني من فترة طويلة من حوالي مسلا نقول سنتين سنة او من حوالي سنتين اه اه عملت اه كورس اسمه بيزيكس تو برو. الكورس ده انا عملته بهدف ان انا مديش كورسات افتر افكتس. بيزيكس مدفوعة. مش عايز ادي بيزيكس مدفوعة. تمام? اه انا شايفه استغلال. انا شايفه استغلال. يعني انت لما تيجي تخشيلي في حاجة مدفوعة تعال خش اخب من اول يعني بلاش من اول ده لو انت قادر انك انت تتعلم عن طريق دي فيديهات لكن في ناس ما بتقدرش اقدرش تتعلم عن طريق او في ناس ما بتقدرش تتلقى المعلومة عن بعد فدي مفيش فيها اي مشاكل وكورس احنا بنديه اصلا حتى لو اديناه بنديه بسعر رمزي للغاية. لكن الكورس ده انا عملته بهدف انك انت تبقى عارف من اول بتاع لغاية ما يبقى عندك اه 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 WITH قوي con عين البرنامج تأهلك انك انت بعد كده حتى لو تبعت تيوتوري الاجنبي دي بقى انت فاهم هو بيعمل ليه ومرايحW بداية لو احنا راحنا لالاكاديمية عندنا هنلاقي فيه قسم خاص بالمحاضرات الخاصة بي وقسم خاص بمحادرات المهندس ابراهيم محسن. القسمين دول فيه في القسم ده اللي هو محادرات المحادرات بتاعتي فيه محادرات كورس افتر افكتس بيزيكس تو برو. دي البداية اللي انا بتكلم عنها. لو انت دخلت على الكورس ده هتلاقي فيه من اول الانترو اللي هي السطب من اول سطب البرنامج بالفعل لغاية تمام ما بتتعامل مع الافتر افكتس بتتعامل مع الكاميرا واللايتس مع الطيب انيميتورز مع الماسكس مع الكي فريمز تمام كل الكلام ده موجود فيه الكورس الخاص بيزيكس تو برو ازا هارجا عيد تاني فيه كورسات كتيرة جدا مبادئ فيه كورسات كتيرة جدا افتر افكتس بيزيكس انت حر بقولها للمرة الالف انت حر نقي كورس اللي يعجبك تعال مبادئ نقي المحاضر اللي يعجبك نقي الاسلوب اللي يعجبك لكن انا الكلام اللي بقوله في الفيديو ده لان انا عارف انا في الكورس ده اديت ايه فبناءا عليه انا هقولك بعده تروح فين بعده تروح فين دي ممكن تختلف من كورس للتاني ممكن تختلف من كورس للتاني فانت خد كلامي ده جنرال وانت لو خدت كورس تاني انت لوحدك هتعرف تروح فين قبل ما توصل للمرحلة اللي انا هقولها لك بعد الكورس ده اذا ادي البداية بتاعتنا ممكن تبدأ بالكورس ده ممكن تبدأ با اه كورس الاستاذ ابراهيم محسن ايا كان ايا كان ده او ايا كان الكورس ده اللي ترتحله ابدأ بمجرد ما تخلص الكورس ده هيبقى عندك اه اه نولدش عالية جدا بح plane حتى انا في اواخر المحاضرات تناولت او تعرضت لبلاجين الفورم وتعردت في محاضرة بلاجين الفورم. يعني يعني شرحنا الافكتس اللي انت معرض انك انت هتستخدمه طبعا كل افكتس اللي انا قلتهم دول عايز كورس الواحد لكن وفرنا لك بداية قوية جدا بالبلد كده بقول لك ارضية صلبة او ارض صلبة لبرنامج الافتر افكتس سهل او انك بعد كورس المبادئ انك انت تتابع تدريبات الاجنبية اللي موجودة في فيديو او انك انت تروح على اي اي دوتوتس بلس وتتابع التدريبات اللي هناك في الحالة دي انت هتبقى فاهم هو بيعمل ايه فاهم يوم يجي يقول لك مثلا لينير كفريم يعني ايه لينير كفريم فاهم يوم يجي يقول لك لما يجي اسبت الكاميرا ليه معملش المفتاحين اللي مسبتين الكاميرا ايز ايز لازم يبقى الاتنين لينير هتبقى انت فاهم ليه اللي اتنين يبقوا لينير انما مش هتمش وراغو خلاص هو هيقول لك اعمل دا لينير وامل دا لينير وانت هتكمل طب ليه اعملهم لينير انت ما انتش عارف لكن انت بعد ما يبقى عندك بيز قوية قوي هتبقى انت عارف ليه مثلا بعملهم لينير وهكذا من الحاجات اللي ممكن تتق demonstrated prime جنبي وتعديك انت مش فاهمي ايه بعد دياج لين غير كده كمان جرب. فلنفرض هو في حاجة قالت في التيوتوريا او في حاجة قالت في الكورس. ايه المشكلة لما خلفها? ايه المشكلة لما غير القيمة? الدنيا مش هتتهد. عندك اختراع اسم كنترول زد. كنترول زد ترجع زي ما كنت. تمام? يعني بلاش الخوف اللي مش مبرر. في ناس بتخاف حتى ان هتغير في قيمة. بتخاف حتى ان هتغير ان هتحرك يقول لك لا ده ده هيبوز. لا مش هيبوز. تمام? فجرب اهم حاجة التجربة. وخلي الجريء في التجربة. انا عملت لون احمر. عمل اصفر. عمل اصفر. عمل اصفر. عملت القيمة الف. عملها انت امتين. عملها انت خمس خمس تلاف. ايه المشكلة? غير. انا استخدمت ايه مثلا وليكن افكت ستار جلو ما تستخدم انت جلو. شوف ايه مشاكل ده وشوف ايه مشاكل ده. لان ايه مفيش معلومة بتقف عند حد معين. ومفيش ديزاين بيقف عند حد معين. انا ممكن عمل ديزاين بتطريقة غير يعمله بتطريقة تانية غير نعمله بتطريقة تالتة وطريقة عشرة وطريقة عشرين. وفي الاخر بتقدن نفس النتيجة. طيب بعد ما اخد كرس حروح فين? بعد ما تاخد كرس اسأل نفسك بقا. هو انا عايز ده هعمل بيه ايه? هل انا في الافطر ده هشتغل بيه في اف اكس? ولا هشتغل بيه موشن موشن جرافيكس ارجع لمحاضرات فريق عمل جي اف اكس اكاديمي عشان مش عايزين نتكلم في حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده وادخل على سلسلة حدد هدفك واعرف طريقك هتلاقي طريقك لدخول عالم الميديا دي بقى كان فيها الكلام عن الموشن جرافيكس وكان فيها الكلام عن الفي اف اكس بس الوليدي المعداوي محاضرة جميلة جدا لطريقك لدخول عالم برامج غير دخول عالم المواقع الالكترونية الجزئين غير عالم الاعلانات الفلاشية ولسه ان شاء الله السلسلة دي اه على فكرة احنا عملناها بناء على استفسارات كتيرة جدا 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 كان بجلنا فاحنا بدرنا والحمد لله احنا اول موقع عربي يعمل المبادرة دي ان احنا نجمع الاستفسارات الخاصة بسوق العمل ماناش ضعب البرامج احنا بنجمع الاستفسارات الخاصة بسوق العمل اعمل ايه عشان اخش سوق العمل اشتغل منين ابدأ منين هو ده اللي احنا نتكلم فيه المهم نرجع لموضوعنا هسأل نفسي انا هروح فين هروح موشن جرافيكس والله هروح في اف اكس لو هروح موشن جرافيكس تمام ابدأ بقى ابص فيه عندنا في جي اف اكس اكاديمي في الكورسات المدفوعة في اللي هو كورس الخاصة بالافتر ايفكتس اقدر بقى بعده ان انا او اقدر فيه ان انا اتعلم ازا يتعامل مع المتقدمة اوي في الافتر ايفكتس زي البرتكولر زي الفورم اوبتيكال فلييرز عندي الشاين مجموعة التراب كود عاماتا الماجيك بولتس عشان الكوروريكشن والكوروري ستوديو وهكذا في الافتر ايفكتس ابدأ اعرف البرنامج وتخصص فيه اوي حابب ان انا بعد كده اطاع عام شغلي بثري دي يبقى في الحالة دي هياخد الافتر ايفكتس معه سينما فوردي بالمناسبة متابعتك حتى للحاجات المجانية اللي احنا بنزلها في الاكاديمية هتعلم مستوات كتير جدا لان احنا بنزل حاجات مستواها من المبتدق لحد المحترف واحد هيقولي طب معلش يعني ايه الفرق بين الحاجات اللي انتو بتنزلوها فري للناس والحاجات اللي انتو بتعملوها مدفوعة اولا الحاجات اللي نعملها فري بتبقى حاجات جنرال بتبقى دروس اما عبارة عن فواصل لقنوات جايبينها من على اليوتيوب او مسلا بنشوف فكرة على الدش او في مسلسل او في بنبدأ ان احنا ننفذها او ان احنا بنترجم دروس خاصة بدروس الاجنبية او ان احنا بنعمل دروس او ان احنا بنعمل حاجات او بنسميها المعلومات السريعة اللي هي او زي ما احنا بنسمينا في الاكاديمية عندنا الفتافيت لكن في الكورسات المدفوعة بتبقى كورسات فيها عالي او فيها تركيز عالي او فيها كم معلومات كيبير جدا او تخصصية اوي يعني انا بتكلم معك في التخصص بس ما بنروحش يمين او شمال او غير او الدعم بتاعها اعلى شوية من الدعم او العادي غير كده بيبقى فيها ابديتس على طول يعني الكورس ما بيقفش عند حد معين بمعنى ان الكورس غير منتهي بمعنى انك انت لو اشتريت كورس بيذني الكورس ده ابديتس دي على طول فاذن الكورس انت مثلا اشتريته فانت اخر محاضرة ولا كل محاضرة ركوة مع عشرة فرضا لا هي مش عشرة ده مسلا كل شهر واتنين بتلاقي محاضرة نزلة بتلاقي محاضرتين نزلوا فاذن الكورس غير منتهي كل الكلام ده ابديتس الكورس على سبيل المثال يعني كورس زي بتاع السينما فوردي او الميجا بتاع السينما فوردي مسلا انا كنت شغلت ونصف. في ابدتس بتنزل لتلتاشر. ابدتس بتنزل لتناشر. ابدتس بتنزل كل الكلام ده دروس غير منتهي. مرة في الحمائة. مرة في آسف. مرة في الماتريالز. مرة في اللايتنج مرة في الاي نميشن. اه الله اعلم الابديت هينزل لك فين. بس هينزل لك في اللي انت او خاني. ده بالنسبة لفرق الكرسات المدفوعة عن الكرسات اه او المحاضرات اه المجانية. نلخص الكلام ده في كم نقطة بساطة اولا لما ابدأ الافتر افكس هروح على كورس بيزيكس قوي سواء بقى افتر افكس بيزيكس تجروه سواء محاضرات المهندس ابراهيم محسن هي دورة افتر افكس سواء اي كورس اي كورس ما يعني اي كورس انت تنقيه اللي يعجبك خلاص اللي يعجبك نقيه المهم انت خط كورس في البيزيكس يوفر لك ارضية قوية جدا او بيز قوي قوي للافتر افكس زي ما قلت ترتيب المراحل اللي انا قلت عليها انا قيله بناء على المعلومات اللي احنا حطناها في كورسات البيزيكس لان احنا بنبقى عارفين احنا ادينا معلومات ايه في الكورس ده واللي بعده المفروض يبقى اذا انا هبدأ اخد كورس في البيزيكس تعالوا نتكلم على كورس معين ولكن كورس المهندس ابراهيم محسن او الكورس بتاع بيزيكس اه تبرو خط اي واحد من الاثنين دول كده خلاص بقى عندي قوي للبرنامج بعد كده ابدأ اتابع على استحياء التدريبات اللي في المواقع الاجنبية او تدريبات المجانية اللي موجودة عندنا حابب انك انت تاخد كورس مدفوع من الاكاديمية بحيث انك انت تتخصص اوي في البرنامج مفيش اي مشاكل خالص بس كل الكورسات هنا باسعار رمزية جدا واسعار قليلة جدا 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 بعد كده ابدأ لو عايز اعلي او اعلى بشغل ابتاعي ابدأ اخش في برنامج زي سينما فور دي هو اقوى برنامج تري دي مختص بعالم الموشن جرافيكس بلا منازع تمام بلا منازع وتقدر تشوف المحاضرة بتاعك بسيس وليد المعداوي علشان تلم الموضوع ده طيب ده بالنسبة لبدايتنا الافتر ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هتبقى بدايتك لسينما فور دي اشوفكم فيها ان شاء الله